قلاصة النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي لولديه رحمهم الله تعالى أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي المتوفى سنة 74 و 400 هجرية لخصها سالم بن محمد عبد المالك بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه يبني هداكم الله وارشدكما ووفقكما إنكما لما بلقتم الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر لكما نصيحتي مخافة أن تختلمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما فإن أنسأ الله تعالى في الأجر فسيتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون بيده قلوبكما ونواصيكما وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملتما به ثبتما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمجر الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة واعلماء لا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما وأنه ليس في الأرض من تضيب نفسي أن يفضل علي غيركما ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما وعلماء أننا أهل بيت لم يخل بفضل الله من تهى إلينا منه من صلاح وتدي وعفاف وتصاو حتى توفي من توفي منهم على ذلك أفى الله عنا وعنهم وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم ويصير الأمر إليكما فلا تأخذا غير سبيلهم ولا ترضيا غير أحوالهم فإن استطعتما الزياجة فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان وإلا فلا تقصرا عن أحوالهم وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة فإن ميتما على هذا الدين الذي اصطفاه الله فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزاله ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة فيحل عليه من صخط الله تعالى ما يحله دار البوار ويوجب له الخلود في النار وتنقسم وصيتي لكما قسمين القسم الأول الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل والتمسك بكتاب الله تعالى جده والمثابرة على تحفظه وتلاوته والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره ويقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله وأشربا قلوبكما محبة أصحابه أجمعين وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم وأشربا قلوبكما محبة أصحابه أجمعين وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم وألزما أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم واقام الصلاة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها ولا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها والتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن والتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له وتدفع إلى مستحقها دون محابات ولا متابعة هوا ولا هواده ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل ويراعى في ذلك لياليه وأيامه ويتبع صيامه قيامه وقد سن فيه الاعتكاف ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا فهو فرض واجب ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قوة عليه أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان حافظا عليها وسابقا إليها وعلم أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر فعليكما بطلبه فإنه غنى لطالبه وعز لحامله وهو مع هذا السبب الآظم إلى الآخرة به تجتنب الشبهات وتصح القروبات فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه فاجتهدا في طلبه واستعذبا التعب في حفظه والسهر في درسه والنصب الطويل في جمعه وواضبا على تقييده وروايته ثم انتقلا إلى فهمه وذرايته والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها ولا يعرى من جمالها لابسها وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم فإن جاهه يصحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار وأفضل العلوم علم الشريعة وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقها في الكتاب والسنة ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء ويدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا ومن قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحظتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته لتتحقق ضعفه وضعف المعتقد له وركاكة المغتر به وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله وعليكما بالصدق فإنه زين وإياكما والكذب فإنه شين ومن شهر بالصدق فهو ناطق المحمود ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم وعليكما بأداء الأمانة وإياكما والإلمام بالخيانة أديا الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخونا من خانكما وأوفيا بالعهد أوفيا الكيل والوزن فإن النقص فيه مقت لا يزيد المال بل ينقص الدين والمال وإياكما والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظه فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الأخرى وإياكما وشرب الخمر فإنها أم الكبائر والمجرعة على المآثم وقد حرمه الله تعالى في كتابه العزيز وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب وإياكما والربا فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم يتب منه ولا تأكلا مال أحد بغير حق وإياكما ومال اليتيم وعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام فإن عدمتما الحلال فالجآ إلى المتشابه وإياكما والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخلائق وإياكما والنميمة فإن أول من يمقت عليها من تنقل إليه وإياكما والغيبة فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق وإياكما والحسد فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه وإياكما والفواحش فإن الله تعالى حرم منها ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وإياكما والكبر فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب وإياكما والبخل فإنه لا داد وأمين لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة وإياكما ومواقف الخزي وكل ما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتيانه في الخلاء فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليمتثل العدل جهده ويجتنب الجور وغدره وإياكما وشهادة الزور وإياكما والرشوة فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع وإياكما والأغاني وإياكما والشطرنج والنرد وإياكما والقضاء بالنجوم والتكهن وأما تعديل الكواكب وتبيين أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها للاهتداء به وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبها فإنه حسن أما القسم الثاني فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والبر والإكرام والمراعاة في السر والعلانية والمراقبة في المغيب والمشاهدة وللتزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمسارعة إلى كل ما يحبه والمعابدة فيما يؤثره والمسامحة لكل ما يرغبه وللتزم أصغركما لأخيه تقديمه عليه وتعظيمه في كل أمر بالرجوع إلى مذهبه والاتباع له في سره وجهره وتصويب قوله وفاله وإن أنكر منه في الملاي أمرا يريده أو ظهر إليه خطأ فيما يقصده فلا يظهر إنكاره عليه ولا يجهر في الملاي بتغطياته وليبين له ذلك على انفراد منهما ورفق من قولهما فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه ما لم يكون الخطأ في أمر الدين فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق حيث كان وليثابر على نصح أخيه وتسديده ما استطاع ولا يحل يده عن تعظيمه وتوقيره ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئا من عرض الدنيا فيبخل بأخيه من أجله ويعرض عنه بسببه أو ينافسه فيه ومن أسع عليه منكما في دنياه فليشارك بها أخاه ولا ينفرد بها دونه وليحرص على تثمين مال أخيه كما يحرص على تثمين ماله وأظهر التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرفا به وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك ومن أسدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر مقارضة عليها ولا يذكر ما أتى منها وإن أحدكما زل وترك الأخذ بوصيتي في بر أخيه ومراته فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيتي والصبر لأخيه والرفق به وترك المقارضة له على جفوته والمتابعة له على سوء معاملته ثم عليكم بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم والمشاركة لهم بالمال والحال والمثابرة على مهاداتهم والمتابعة لزيارتهم والتعاهد لأمورهم والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على نماء مال غنيهم والحفظ لغيبهم والقيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازات والانتظار مقارضة وصلا رحمكما وانضعوا فسببها وقربا ما بعد منها واجتهدا في القيام بحقها وإياكما والتضيع لها ثم الجار عليكما بحفظه والكف عن أذاه والستر لعورته والإهداء إليه والصبر على ما كان منه ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار وإياكما أن تحدث أنفسكما أن تنتظر مقارضة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه فإن انتظار المقارضة يمسح الصنيعة ويعيد الأفعال الرفيعة وضيعه ويقلب الشكر ذما والحمد مقتى ولا يجب أن تعتقد معادات أحد واعتمدات تحرز من كل أحد فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تقارضاه جهدكما والتزما الصبر له ما استطعتما ولا تستعظما من حوادث الأيام شيئا وانتظرا الفرج فإن انتظار الفرج عباده وعلقا رجاءكما بربكما وتوكلا عليه فإن التوكل عليه سعادة واستعينا بالدعاء والجاء إليه في البأساء والضراء فإن الدعاء سفينة لا تعطب وحزب لا يغلب وجند لا يهرب وربما دعوتما في شيء فلا لكما مع الدعاء مع الره أو وصلت إليكما مضره فازدادا حرصا على الدعاء فالذي ألهمكما إلى الدعاء ووفقكما له لا بد أن يحسن العاقبة لكما وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمسامحة فيها وجعلها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته والحذر الحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتترككما مذمومين وتزول عنكما منقوتين وإياكما أن تطغيكما النعمة فتقصرا في شكرها أو تنسيا حقها أو تظن أنكما نلتماها بسعيكما أو وصلتما إليها باجتهادكما فتعود نقبة مردية وبلية معطبة وعليكما بطاعة من ولاه الله أمركما فيما لا معصية فيه لله تعالى فإن طاعته من أفضل ما تتمسكان به من دنياكما وتعتصمان به ممن عاداكما فالتزما الطاعة وملازمة الجماعة فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة وإن رأيتما أحدا قد خالف من ولي عليه أو قام على من أسند أمره إليه فلا ترضى يا فعله وانقبضا منه وأغلقا على أنفسكم الأبواب واقطعا بينكما وبينه الأسباب حتى تنجلي الفتنة وتنقض المحنة وإياكما والاستكثار من الدنيا وحطامها وعليكما بالتوسط فيها والكفافة الصالحة الوافرة منها فإن الجمع لها يصرف وجوه الحسد إلى صاحبها فالفاسق مرسد لخيانته واغتياله والصالح ذام له على استكثاره منه واحتفاله يخاف عليه صديقه وحميمه ويبغضه من أجله أخوه شقيقه إن منعه لم يعدم لائما وإن بذله لم يجد راضيا ولا يرغب أحدكما في أن يكون أرفع الناس درجة وأتمهم جاها وأعلاهم منزله فإن تلك حال لا يسلم صاحبها ودرجة لا يثبت من احتلها وأسلم الطبقات الطبقة المتوسطة لا تهتضم من ضاعة ولا ترمق من رفعة ومن عيب الدرجة العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد ولكنه يخاف النقص والدرجة الوسطى يرجو لازديادة وبينها وبين المخاوف حجاب فاجعل بين أيديكما درجة يشتغل بها الحسود عنكما ويرجوها الصديق لكما ولا يطلب أحدكما ولاية فإن طلبها شيء وتركها لمن دعي إليها زين فمن امتحن بها منكما فلتكن حاله في نفسه أرفع من أن تحدث فيه بأوى أو يبدي بها زهوى وأقلا ممازحة الإخوان وملابستهم والمتابعة في الاسترسال معهم فهذا الذي يجب أن تمتثله وتلتزماه ولا تتركاه لعرض ولا لوجه طمام فربما عرض وجه أمر يروق يستزل عن الحقائق بغير تحقيق وآخره يظهر من سوء العاقبة ما يوجب الندم حيث لا ينفع ويتمنى له التلافي فلا يمكن فإن فقدت ما وصيتي هذه ونسيت ما معناها فعليكما بما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه فإن فيها جماع الخير وهي يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرضيات بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهان المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختان فخور واقصد في مشيك واغبض من صوتك إن أنكر لصوات لصوت الحمير وإني لأوصيكما وعلم أني لن أغني عنكما من الله شيئا وهو حسبنا ونعم الوكيل